بسم الله الرحمن الرحيم أهلا وسهلا بكم أعزائي الطالبي في محاضرة جديدة في مهدف الرياضيات محاضرتنا هذه ستكون عن موضوع التكامل وسنأخذ الجزء الثاني منها ورحب بكم في هذه المحاضرة إلى محادثكم والأستاذ المساعد الدكتور محمود عباس محمود في حالة وجود أي استفسار لديكم بإمكانكم التواصل معي على عنوان البريد الإلكتروني المبينة أمامكم في هذه المحاضرة سنأخذ الطريقة الثالثة بعد أن أخذنا الحالة الأولى وهي الحالة القياسية والاعتيادية وهي حالات التكامل المعروفة ثم أخذنا حالة أنه يكون عندنا إذا كان المطلوب إجراء التكامل إلى هو function للأكس هنا رح نعبر إلى حالة أخرى ما تنطبق عليه الحالتين السابقتين هنا رح يصير عندنا الإنتقرال أو الشيء المطلوب إجراء التكامل إلى هو عبارة عن حالتين أما أن يكون ناتج قسمة ناتج قسمة the function of x بالمقام ومشتقتها في البسط أو مضروب function of x في مشتقتها هذه الحالتين رح نتعامل إجوهم بقاعدة واحدة وهي حالة القسمة وحالة الضرب للتوضيح لنفرض عندنا هاي الحالة عندنا x تربيع بالمقام عندي x تربيع زاعدنا 3x ناقصا 5 في حين بالبسط عندي 2x زاعدنا 3 وهذا كله مطلوب التكامل إلى dx هاي الحالة أنا عندي البسط وعندي المقام البسط والمقام لو ننتبه على هذا نشوف إنه هاي القواعد السابقة قلنا ما تنطبق عليه ولا عندي فتقاعدة أساسية لكن ننتبه هنا عندي إذا أشتق المقام لو أشتق المقام رح يصير عندي 2x زاعدنا 3 ولو ننتبه نشوف هذا هو نفسه هو البسط فإذن أنا عندي البسط هو مشتقة المقام البسط هو مشتقة المقام فإذن إذا أشتقيت المقام رح أحصل شنو أحصل البسط هاي الحالة رح أقدر إذا قلت إنه زاعد هو المقام هذا كله أعتبر Z كله أعتبر قيمة قدرها Z البسط شنو رح يصير عندي هو DZ أكيد إذا أجل تس هذا Z هو يساوي لي X تنبيع زاعدنا 3x ناقصا 5 إذن DZ نسبة للـ X ساوي 2x زاعدنا 3 مثل ما قلنا قبل شوي إذن DZ شنو ساوي لي بالطرفين واللسطين رح أصلي 2x زاعدنا 3 مضروبا كله في Dx فهذا هو حقيقة اللي هو وصلنا إليه إذن هذا التكامل المطلوب الذي هو عندي هنا إذا أردك تبصيغ في الز رح أردك تكامل DZ على Z DZ أو اللي هو عذا في هذا شكل يساوي تكامل DZ على Z لماذا؟ لأن هذا هو كله هذا كله شنو هو DZ وهذا كله شنو هو Z فإذن وحقيقة أكتب بهذه البساطة هو DZ على Z إذن نعرف هذا هو 1 على Z في DZ ونعرف من القواعد الأساسية إذا عندنا 1 على X DX تكامل يساوي لين X زائد C نفس الطريقة إذا جئت هنا أخذت 1 على Z DZ يساوي لين Z زائد C والC هو كونستانت ثابت التكامل إذن إذا رجعنا للأصل Z وكتبنا فرح يصير تكامل 2 X زائد 3 على X تربيع زائد 3 X ناقص 5 DX اللي هو أصلاً معطائي لأنه راح أقدر أتعامل أنه هذا لن المقام لن المقام زائد C لن المقام زائد C باستفادة من هذه القاعدة باستفادة من هذه القاعدة فإذا 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 مجرد أن ألقى العلاقة بين البص والمقام والبص أن البص هو مشتقة المقام فإذا مباشرة هذا حل موجود وبسيط فإذا أي تكامل أجد بيه أن المقام البص هو مشتقة المقام راح يساوي لي لن شنوه؟ المقام زائد C لن المقام زائد C هذه قاعدة هذه قاعدة فإذا نأخذ أمثلة أربعة أمثلة حقيقة راح نأخذ المقام لن أخذ الأول تكامل ثلاثة X تربية على X تكعيب ناقص أربعة هذا مشتقة شنو يساوي لي ثلاثة X تربية فإذا البص هو مشتقة المقام مباشرة أقول إذا لن هذا زائد C فإذا لن X تكعيب ناقص أربعة زائد بتطبيق القاعدة مباشرة نجعل الحالة الثانية 6X تربية على X تكعيب ناقص أربعة هذا جعل هذا حقيقة هو يراد شوي تحوير حتى يصير هذا البص هذا هو ثلاثة X تربية المشتقة مرت ثلاثة X تربية بس أنا عندي هسة ستة يعني معناها شنو معناها اثنين في ثلاثة X تربية فأسوي اثنين في ثلاثة X تربية خليها والاثنين اطلع برة التكامل يعني ممكن ان اطلع على هذا ثابت فأقدر اطلع برة فرحصل الاثنين في تكامل 3X تربية X تكعيب ناقص أربعة بعملية تحوير رياضية بسيطة فاذا هذا هو مشتقة هذا اذا مباشرة نقول هذا كل التكامل يساوي لي التكامل لن X تكعيب ناقص أربعة زائد C بضروبا في ثنين لن X القوة التكعيب ناقص أربعة زائد C بهذه بساطة ناخذ حالة أخرى انا عندي X تكعيب وهنا عندي 2X تربية مشتقة X تكعيب ناقص أربعة يساوي لي 3X تربية انا عندي هنا 2 ولي 3 لازم هم اعمل تحويل رياضي هتحول الى 3 فوق فاش راح سوي اضرب 3 وقسم على 3 فرح اقول 2 في 3 على 3 وطلع الاثنين على 3 بره وتبقى على 3 فوق فرح سألقل لي 3X تربية على X تكعيب ناقص أربعة وهذا هو مشتقة هذا فبالنتيج راح سألقل X تكعيب ناقص 4 زاد C هذا هو كل 2 لاني هنا وهذا مضروب كل 2 2 على 3 ليش لان 2 على 3 هو خارج الروس نجعل المثال الاخر عندي هنا Qtan X DX احنا لو نجي Qtan Qtan هو عبارة عن كون Qtan هو عبارة Qtan X على Qtan Qtan هو Qtan X على Qtan فخلن فكك Qtan على Sine وهذا راح اقدر اثبت به قاعدة انه Qtan X تكامل Qtan X يساوي لان Sine X هاي قاعدة بس اقدر اثبت ها هس بهذا الطريقة من انه اقول Qtan X يساوي Qtan على Sine وال Qtan هو مشتقة Sine فاذا لان Sine X زاد C من الممكن يجي السؤال هذة هنا بالطريقة التالية Prove that Qtan X يساوي لان Sine X زاد C ممكن ان يجي السؤال بهذا الطريقة Prove اثبت ان Qtan X تكامل يساوي لان Sine X زاد C بكل بساطة نقدر نحل بهذا الطريقة انه اقول هو هذا Qtan ساوي Qtan على Sine و نرجع نحل بهذه القاعدة طيب هذا لحد الآن اخذنا اذا كان عندي كسر بنفس الطريقة اذا كان عندي Tane X Secant X D X هنا عندي ضرب حالة ضرب هذا مضروب في حالة وليس قسمة حالة الضرب لو ننتبه عندي Tane X أو Secant X أكو علاقة بيناتهم لأ علاقة بيناتهم شنوة انا عندي واحد منهم الفنكشن واحد ماهو Differential Coefficient للفنكشن فإذا عندي Secant Square هو شنو واحد منهم هذو اللي بيناتهم أحدهما بذن ممكن يتقدم ويتأخر لأنه عندي حالة ضرب مو بسط ومقام فإذن ممكن يتقدم ويتأخر ممكن أنه يكون هذا دالة وهذا المشتق مرته وممكن هذا يكون الدالة وهذا المشتقة مرته بهذه حالة سأقدر أتعام بشكل التالي أيضا أجي أقول Z يساوي لتان X و D Z يساوي سيكن سكوار X ليشتن فعلا هو هذا مشتقة هذا هذا مشتقة هذا بس أحيالا ممكن يصير تقديم وتأخير فلا مشكلة بالموضوع بالضرب فإذا أنا لدي Z يساوي تان X D Z ساوي سكوار X والإنتقرال هنا نقدر نكتب بطريقة Z D Z تكامل Z Z Z وهذا شي ينطيني Z سكوار على 2 ز Z Z سكوار على 2 ز 10 Z هو أي قيمة الموجودة عندنا فرضناها و متعامل إذن أنا بحالتها هيا سأخير تكامل تان X يكن سكوار X يساوي تان سكوار X على 2 لماذا أنا أعتبرت هذا Z وهذا D Z هذا Z وهذا D Z تان سكوار X على 2 ز C إذا رجعنا للأصل كيف تم العمل على تان X D تان X وهذا Z D Z و Z سكوار على 2 ز C C وبنفس الحال للتوضيح أكثر شوية فإذا Z سكوار على 2 والZ هو تان فصار عندي Z سكوار يعني تان سكوار X على 2 زائد C هذا ببساطة هو اللي عمل نقول فإذن هنا رح نقول إنه إذا أنا عندي أي عاملين مضروبين أو أنا كان عندي function مضروب في شنو المشتقة ممكن أنا أطبق القاعدة له ولل مضروباته يعني مثلا عندي 2 4 6 3 أي مضروبة إليه فإذن هاي قاعدة وصلت إليها فإذن ناخذ مجموعة أمثلة هنا حقيقة 3 أمثلة المثال الأول lin x على x تكامل lin x على x dx هذا إذا أجعل يهو حقيقة ذهر التفكك رح يصير اثنين lin x مضروب في واحد على x وصح مقسوم لكنه أقدر قلبه لحصل ضرب اللي هو lin x في واحد على x لأنني ما عندي هنا أكو علاقة بين هذا وهذا غير إنه واحد مشتقة اثناني أيضا فإذن هذا مضروب في مشتقة وليس مقسوم عليه هذا مضروب في مشتقته lin x مضروب في مشتقته دين الواحد على x فإذن lin x في مشتقة lin x بمعنى هذا في مشتقته فإذن رح يساوي إنه lin x تربيع كل تربيع وليس ال x وحد لأ lin x لكل تربيع على 2 زاعة سي ننتبه هنا ما نحط التربيع فوق ال x لأن lin x يختلف عن lin لكل تربيع يعني لو كانت هنا ننتبه جدا على هذه الحالة التربيع هو لل lin x كلها وليل x فإذن lin x على 2 lin x لكل تربيع على 2 زاعة سي الحالة الثانية عندي sin inverse x على جذر واحد ناقص x سكوير وهذا لو ننتبه واحد على هذا الجذر هو مشتقة sine inverse x بالقواعد الأصلية اللي عندنا فإذن عندي تكامل sine inverse x مضروب في واحد على تحت الجذر هذه عملية تفكيك مجرد أننا حولنا القسم إلى ضرب فصار عندنا هذا وهذا هو مشتقة هذا لأن sine inverse x مضروب في d sine inverse x فبما أنه هو مضروب في مشتقته فإذا سي لدي sine inverse x الكل تربيع وأيضا أقول الكل تربيع على 2 زاعة نسي نجي على المثال الثالث عندنا sin x مضروب في d sine x وهذا هو d sine x سيصير sine square x على 2 زاعة c ننتبه حتى يكون عندنا واضح دائما منك تبين نكتب ويا شنو ال d هذا وهذا d حتى يصير على قانون ينطبق منباشرة كأنه هذا مضروب في المشتقة مالتين فه sine في هذا sine inverse في هذا lin x في هذا اللي هو d إذن هاته ثلاثة أمثلة وضحت لنا القاعدة بشكل مباشر وبشكل أخذ كل الحالات الممكنة والعادية لهذا الموضوع الآن نبدأ بالطريقة الأخرى أو الطريقة الرابعة integration of products هنا نشوف أيضا integration of products اللي هو عندي ضرب دلتين لكن هنا الطريقة هي integration by parts وسأرح نشوف لماذا هاي الطريقة تختلف عن سابقتها المرة الماضية كان عندنا products أحدهما الدلة ومضروبة في مشتقتها فهذه الحالة التي أحيانا يكون عندي هذه المضروبة ليست دلة للثانية يعني لا الأول مشتقل الثاني ولا الثاني مشتقل الأول وهما مضروبين فبعد حالة يعني شو راح نشوف مثال على هذه الحالة مثلا عندي تكامل x square مضروبة في x dx لا هاي الدلة هي مشتقل هاي ولا هاي مشتقل إلى هاي لن مشتقل x square ولا x مشتقل لن x حقيقة نهاية حقيقة أكو عندي يعني بيها إشكال لأن ولو كانت هاي هنا دال وهنا مشتقتها وهنا دال وهنا مشتقتها كانت عاملوها بطريقة الماضي اللي مشيت عليه لكن هنا لا هذا مثل ما قلنا لا x مشتق لا هو lin x مشتق لل x square ولا x square مشتق lin x هاي الحالة رح أرجع إلى القاعدة الأصلية اللي كنت أستخدمها في عملية التفاؤل اللي هي u v v فهنا رح أعتبر أحدهما u و ثاني v u رح أعتبر u هتعامل بهذه الطريقة فلو كان عندي u v و اثنين هم مشتقة functions of x دونهم داوان للx فرح أصلي d u v على dx يساوي u d v على dx زائد v d u على dx وهي قاعدة الأول في مشتقة الثاني زائد الثاني في مشتقة الأول وبهذه الحالة إذا رجعنا كاملنا الطرفين الطرف هذا سأصلي u v وتكامل هذا وتكامل هذا جزء زائد تكامل هذا جزء فإذا رح يصير عديد نسبة إلى dx فهذا سأصلي u v يساوي تكامل u d v على dx في dx زائد تكامل v du dx في dx وحقيقة إذا أقدر هذا dx يقر يروح dx وهذا dx يروح dx بس هذا رح أسوي إيش رح أسوي رح أرجع أرتب الأجزاء أو الطرف هنا أرتبهم بأن أجيب u v يمهد وهذا أجيب هنا أو هذا أجيب هنا وهذا هنا النتيجة التي سأوصل إليها هو أجيب u v للطرف الأيمن وهذا أجيب إلى الطرف الأيسر وهذا سيصير عدي سالب وهذا سالب فبتعديل الإشارات رح يوصل إلى النتيجة التعليم تكامل u dv dx dx اللي هو هذا هذا الجزء رح أجيب هنا بهذا الطرف يساوي u v ناقصا تكامل v dv dx dx حقيقة هو رح عمل ترتيب الأطراف ترتيب الأطراف هذا اللي رح أوصل إلى هذه النتيجة أو هذه المعادلة ببساطة وصلت بهذا الشكل هنا باستخدام U و v فإذا ما هي من اللي وصلت لها رح أكدر أبسطها بشكل أكثر أن أوصل إلى أنه u dv dx dx تروح فإذا u dv تكامل u dv يساوي u v ناقصا تكامل v du dx y dx تروح هذه قاعدة حقيقة رح تفيدني في أي تكامل أقدر أوصل إلى بمجرد أن أضع أحد الأطراف أقول هذا هو u وهذا الجزء هو dv وبالنتجة رح أقدر أوصل إلى هذه القاعدة وأستخدمها لحل هذه المعضلة التي عندما يكون عندي دلتيا مضروبة أحدهما لا علاقة لها بالأخرى وليست مشتقة لها هذه الطريقة تسمى this method is called integration by parts التكامل بالتجزئ التكامل بالتجزئ فإذن هذا هي الطريقة التي وصلنا إليها نأخذ مثال حتى نوضحها أو مجموعة أمثلة نأخذ المثال الأول المثال الأول هو حقيقة نفس المثال اللي أخذ نفس الحال اللي أخذ ل x square lin x التي كانت لديها مشكلة لأن لا lin x مشتقة x ولا x square مشتقة lin x ولا هذا فإذن لا يوجد رابط بياناتهم فبعض الحالة ما لدي رابط بياناتهم فإذن لدي لازم أقول واحد منهم y والثاني dv هل القاعدة الأصلية اللي وصلنا هنا أقول واحد منهم y والثاني dv أي هما y و أي هما dv هنا أنا إذا قلت إذا قلت ال y هو x square هو y و lin x هو dv لنفرق حتى سأسر y وهذا dv حقيقة أنا من أجل تكامل lin x حقيقة بعدين أحتاج هذا dv أحتاج v مات dv أحتاج v مات فإذا لازم أرجع أسوي لتكامل حتى أرجع للv لأن القانون سأتطبقه إذا صارت هذه الحالة هي هذه الشكل التي هي قاعدة مات حقيقة هي هذه لأن حتى أصل إلى تكامل u dv أحتاج هنا عندي v وهنا وهنا فإذا dv لازم أكامل الأفضل أن القالفة تنطبق عليه قاعدة من القواعد الأصلية لدي هنا لاجيت lin x وستخدمتها فحقيقة ما عندي ما عندي ما عندي تكامل lin x dx بالقوالب اللي موجودة عندي ما عندي ما عندي طريقة أقدر أسوي تكامل lin x ولذلك فش راح أقول راح أقول أعيد ترتيب u dv بدل أن أقول lin x هو u linux هو dv راح أقول بالعكس أقول شنوى linux هو u linux هو u x square هو dv بهالحالة أنا حقيقة أقدر أرجع للv ليش لأنه هو أكامل تكامل x هو يساوي للv لأن x square هي dv فإذا تكامل هو شنوى هو v فأني لا أحتاج الv هنا ببساطة أقدر أصل له شنوى تكامل هو x تكعيب على 3 x تكعيب على 3 فإذا بها الحالة راح أقدر أطبق وبكل بساطة أطبق هاي القاعدة اللي هي الانتجريشن بكل بساطة هذا القانون راح أقدر أطبق بذل ما قلنا الآن عندي ال u شنوى ال lin هو شنوى العفو ال u هو lin x و dv هو شنوى هو x square فإذا مجرد أن أبدل بين هذول راح أوصل إلى هذه التي اللي أقدر أحب هذه الحالة إذن التكامل اللي هو معطي يساوي lin x اللي هو هذا lin x مثل ما قلنا ال u ال v شنوى x تكعيب على ثلاثة ناقصا شنو تكامل v اللي هو x تكعيب على ثلاثة x تكعيب طلع عندنا الثلاثة برا مضلوبا في شنوى du du شنوى يعني عندي ال u أصلا شنو lin x du ما من القواعد الاصلية اللي عندي موجودة ما تتفعب فإذا هس آني بكل بساطة حليت هذا تكامل x square lin x dx يساوي lin x x تكعيب على ثلاثة ناقصا ثلاث x تكعيب واحد على x dx هذا راح أبدأ عملية تبسيط ببساطة فإذا ال colistance للعوامل كلها راح شنوى نطلعها خارج القوس مثل ما قلنا زحة بتأكد العوامل كلها نطلعها خارج القوس أو عامل علامة التكامل ونشتغل بالبقية فإذا هسان راح أقول أسوى هذا التكامل ما أرجع عليه راح ساوي x square lin x dx lin x هذا نفس نقلته هنا راح أبسط هاي شو يساوي x تكعيب على ثلاثة ناقصا ثلاث x تربيع ليش هذا راح أتويا هذا صار x تربيع dx وبكل بساطة راح أقدر أحل هذا لأن ما عندي بالمشكلة هذا بسيط حل كل بسيط جدا ما عندي بالمشكلة وهذا هو أصلا طالع نتائجة فرح أصلي x تكعيب على ثلاثة lin x ناقصا 1 على ثلاثة x تكعيب على ثلاثة لماذا؟ لأن هذا هو x تكعيب على ثلاثة ومضروب فيه 1 على ثلاثة فرح صار لي زائد c صار x لقوة ثلاثة نطلع خارج قوس مضروب في lin x ناقصا ثلث زائد c إذن هذا الطريقة حلت لي المشكلة وننتبه هنا ننتبه هنا طرعنا من هذا المثال بالنتيجة التعديل إذا كان أكو عندي lin فهذا هو اللي يعتبر u من ألقى أكو عندي lin رأسا أقول هذا lin x يساوي u بدلا ما أحاول وضيع وقت يعني أنا أقدر أحاول أقول x و أجرب و أطلع بالنتاج لا من أشوف lin مباشرة lin وين ألقى note that if one of the factors of the product to be integrated is a log term this must be chosen as u خلاص فإذا الآن من ألقلين مباشرة أعتبر هذا هو u هذا هو u أطبق هاي القاعدة اللي هي البوجودة نأخذ مثال ثاني البثال الثاني تكامل x equal e للقوة 3x dx هنا ما ما عندي لم وأيضا هذا مشتقة هذا ولا هذا مشتقة هذا فإذا رح أرجع بنفس الطريقة بس هنا شاء رح أقول إذا أخذنا x square هو u و dv هو e للقوة 3x هذا u dv على نفس القاعدة اللي أخذناها قبل شوية فإذا تكامل x square e للقوة 3x dx يساوي إنا نرجع لنفس قانوننا الأصلي رح يصير x square e للقوة 3x على 3 ناقصا 3 2 على 3 e 3x dx بأنه القانون الأصلي اللي أخذناه بالمثال السابق خلنا نرجع عليه اللي هو هذا udv يساوي إنا uv ناقصا تكامل v du uv ناقصا تكامل v du فإذا u v هنا عندي رح أصير u في v هذا u في v ناقصا تكامل شنو v في شنو في du في du فإذا du هو 2x و رح نحل بشكل مباشرة يعني تطبيق اعتيادي مجرد أن أوجد ويا أنا من فرضة هذا dv مباشرة أنا أطلع على شنو أطلع v مال هذا يساوي إذا القوة 3x على 3 ونجي مباشرة نطبق القانون اللي عندنا اللي هو الأصلي اللي هو اللي كان محاط بالمربع الأحمر فإذن هسا صارت عمليات تبسيط بتبسيط رياضي هذا x يساوي يساوي e للقوة 3 إلى x على 3 وراح أقعد أحل بنفس الطريقة وكلها كسور اعتيادية ما عندي بها إشكال قضية رياضيات بسيطة مجرد هنا أنا عندي التكامل ناقص 3 هذا التكامل راح أفتحه أحله هذا راح حل التكامل اشيصر لي x للقوة 3 على 3 3 3 راح صار x e للقوة 3 x على 9 ونحل مباشرة نطلع به كلهن نحل حل ارتيادي ما بي أي إشكال رياضيات بسيطة فإذن أنا مجرد أن أوضت عن u وال v راح يصير d كل أرجع للقاعدة الأصلية أحدهما أخذ u والثاني أخذ dv dv مباشرة نطلع v لأن راح أحتاج بالتعويض 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 بالمعادلة الأصلي ليه إشنا لأن dv نقص تكامل v dv فأحتاج هنا dv أيضا أحتاج هنا فإذن أنا أطلع الhذا أطلع dv مال هذا وطلع v مال هذا فكل اللي راح يصير على dv والdv والv والdv وبكل مكان راح راح أحاوض أطلع بها بتعويض رياضيات بسيطة اعتيادية إذن هنا وصلت إلى الحالة التالية من المثال بالمثال الأول وصلنا إلى القناعة أنه أي لغ أو أي لغ أعوض عنه شنو أعوض عنه ب هو هذا يكو أختار هو هو هذا أي طرف هنا عندي بمكان ما راح اختار شنو أي شي بيقو أكس من رفوعة إلى قوة ما هذا اعتبر اليو فإذن هذا علم للنبر اللي هو للقوور أوف أكس فإذن أنا ما عندي أي حقيقة دا كانت موجب وأنا أغلبها راح تكون عندي موجب القوة موجب بس يعني للأمان إنه غالي صراحة تعامل إذا كانت موجب راح تصير لغ شكل فإذن على كل حال فعني القاعدة قاعدتين أينما أجد أكس للقوة ألقى لين هذا اعتبر أيوه وين ألقى أكس مرفوعة لقوة ما أكس تربيع أكس تكعيب أكس القوة أربعة مباشرة هذا اعتبر إذا من يجيني أي حالة من هالحالات أتعامل بهذه الطريقة وهذه قاعدة مهمة جدا حتى لا أضيع وقت بالمحاولات حتى نضيع أبنى المحاولات السؤال إذا كان عندي هذه الحالات من هو اليو في هذه الحالات هذه الأمثلة أكس لين أكس أكس تكعيب ساين من هو اليو نختار هل نختار الأكس أم اللين أكس هل نختار الأكس تكعيب أم الساين أكس جواب بالتأكيد بالحالة الأولى وتطبيق الحالتين بالحالة الأولى بالحالة الأولى راح أختار اللين أكس هو اليو وبالحالة الثانية الأكس تكعيب هو اليو فإذا إذا الأكس تكعيب هو اليو فبالتأكيد أنه الساين أكس والدي في وهنا أيضا هنا اليو وهذا بالتأكيد الدي في شنوى هو الأكس فإذن هاي القاعدة يجب أن نتذكرها ولا ننساها مثال رقم ثلاثة إذا كان عندي إي للقوة ثلاثة أكس ساين أكس دي أكس شون راح أتعمل وياه لا هذا مشتقة هذا ولا هذا مشتقة هاي الحالة أيضا راح تعاملوا إياها بالتكامل بطريقة التجزين ما راح يصير هذا لا هو واحد بهم لن ولا الثاني أكس مورف وعلى القوة فهذا الحالة راح نحاول نقول اليو نعتبره هذا وهذا نعتبره الدي في يو وهذا دي في إذا جئنا حالينا بهذه الطريقة بنفس القانون هذا اليو وهذا الدي في فتكامل إي أكس ساين أكس دي أكس راح يصير إنه شنو يو في الفي الفي مال هذا شنوه ناقص كوساين الفي مال هذا لأن دي في تكامل مال في راح يصير لناقص كوساين زايدا شنو ثلاثة كوساين أكس هذا هذا يو دي في يو في زايدا شنو في في دي يو الدي يو يساوي لي يساوي لي يلقوها ثلاثة دي أكس فإذن إذا حالا راح أوصل إلى هذه الحالة راح عدشي بي إلى أن أوصل بالنتيجة راح ينفتح الدي القوس ويصير بهذا الترتيب إي للقوة ثلاثة في ثلاثة إي أكس كذا كوساين زايدا ثلاثة إي للقوة ثلاثة إي للقوة ثلاثة إي كوساين أكس دي أكس راح أوصل إلى أردشي سوى التكامل مال هذا حل التكامل مال هذا راح أوصل إلى هاي الحالة بالرياضية فإذا راح نرجع نشوف نفسنا راح نوصل إلى نرجع إلى أنه رجع لهذا عندي هنا ساين إي للقوة ثلاثة إي أكس دي أكس اللي هو هذا هذا هو حقيقة نفس هذا بس شنو مقلوب عندي إي أكس هو هذا هو هذا صح هذا نفسه هو هذا نفسه بس شنو متقدمه متأخر به فإذن إذا فرضنا الآي الآي هو الانتقرال اللي هو سبينا هذا هو هذا سبينا آي خلينا سميه هذا آي نفرض آي هو الأصلي اللي عده فإذن آي ناقصا آي تساوينا ناقصا إي أكس هذا زائد ثلاثة إي أكس تكعيب ساين أكس ناقصا ناقصا تسعة آي تسعة آي ناقصا آي تسعة آي اللي هو هذا ناقصا آآ تسعة آي فإذن آآ هذا آآ مضروب في هذا آآ ناقصا آآ تسعة في هذا تسعة في هذا لأن هذا شنو هذا حقيقة أنا عندي بالداخل فثلاثة في ثلاثة تسعة فهذا رح نطلع عبر أسعة تسعة آي تسعة آي آآ هاند رح يصير عندي عشرة آي اللي يشلن هذا آي جيب التسعة هنا رح يصير عشرة آي إي للقوة أكس تكعيب في ثلاثة أكس آآ بهذا الشكل آآ هذا لاجبنا يعني قلبنا هذا التسعة جيبنا هنا فصار أدي عشرة فإذن رح يصير أدي زائد سي واحد ساعد سي واحد هذا فإذن رح يصير أديها فأجي وعش للقوة عشرة ثلاثة ساعد اكس زاعد آآ سي إذن أنا عندي الانتغريشن حليته وصلت لهذا النتيجة حليته الانتغريشن اللي هو عندي لأنه تكرر عندي فصار أدي هذا هنا وهنا وهنا فالانتغريشن هو بالتعامل معها فقدرت أطلع برا القوس وقدرت أحلى وطلعت بهذه النتيجة فإذن أنا وصلت إلى قاعدة أيضا إذا كان عندي أي إي للقوة كي أكس هذا في ساين أكس في ساين أكس أو إي للقوة أكس كوساين أكس أقدر أطبق مرتيا فأطبق يعني القاعدة لمرتين أطبق القاعدة لمرتين فهذا أقدر أوصل للنتيجة بعد أن أطبق القاعدة لمرتين لمرتين هسا عدنا من الأمثلة اللي وصلنا إليها السؤال وهذا هو حقيقة أحنا أكثر شيء أأكد عنه ما هو اليوم في الحالات التالية الحالة الأولى إذا كان لن أكس فاستخدمنا اليو إذا أكس مرفوعة للقوة فهي تكون اليو وإذا إي مرفوعة للقوة كي أكس فأيضا هو راح يكون اليو فإذن بطريقة أخرى إذا أحد المضروبات كان لوق أو لن أي شيء يعني بحالة لن فأذهب أذهب إلى هذا يكون اليوم وإذا كان مرفوع للقوة أكس مرفوعة إلى قوة ما فهو يكون اليوم وإذا كان عندي إي للقوة أكس يعني هو يكون اليوم فإذن إذا لقينا إي أكس إذا لقينا أكس للقوة إذا لقينا لن كل هذول هم اللي يكونون يو ما يحتاج نحاول مباشرة هم هذول اللي نقول يو والطرف الآخر يكون هو الدي في والطرف الآخر هو الدي في فإذن نتأكد ونتذكر دائما إنه الأسبقية بالاستخدام هو راح يختار لي أو يخفف علي الوقت والجهد راح يوصل ني إلى النتائج بشكل أقصر وأبسط فإذن سؤال أرجع مرة أخرى الحالات التالية ما هو اليوم أين اليوم هنا عندي أكس للقوة أربعة كوسين إثنين إكس عندي أكس للقوة أربعة إي ثري إكس عندي أكس للقوة ثلاثة لن أكس زائد أربعة عندي إي مين أكس كوسين أربعة أكس ننتهي إلى حالة الأسبقيات الأسبقيات هسه هاي الحالة الأولى والحالة الثانية والحالة الثلاثة والحالة الرابعة نجب نعرف أيهم نختار يو خلنشوف الحالة الأولى يجب أن نذهب إلى الأكس للقوة أربعة لأنه أكس مرفوع إلى الحالة الثانية أكس للقوة شكت للقوة أربعة ليش قبل هذا فإذن أروح على الأكس للقوة أربعة قبل أن أروح للأكس لو كان هذا مضروب في ساين كان هذا أعتبر هو لكن مضروب في أكس للقوة أربعة فإذن رح أعتبر اليو هو الأكس للقوة أربعة هنا أكس للقوة ثلاثة لن أكس زائد أربعة هو اليو. هنا إذا القوة ثينة اكس كوسين اربعة اكس رح اروح هذا اللي اعتبره هو اليو. فإذا اليو بالحالة الولى هو القوة اكس القوة اربعة. الحالة الثانية يضعن اكس القوة اربعة. واليو اكس كذا وهكذا. الان ناخذ مجموعة التمارين للمراجعة. اه حقيقة احنا عدنا سبعة التمارين. سبعة التمارين. اه بسيطة للمراجعة. اه كل الحالات كلها اللي مرت علينا. اه اه. هاي الطالب يحتاج ان يحلها. حتى يتأكد من نفسه انه اه اه كدر يعني يستوعب المادة بالشكل الجيد. ودائما احنا برياضيات نحتاج انه نحل امثلة او حتى من نتاجع المحاضرة. نرجع مع مع الشرح. نكتب بالقلم ولا ورقة. ونحل الامثلة اللي تعطاها اثناء المحاضرة. ونتأكد من نفسنا. اه. هل نتمكن ان نحلها بالشكل الصحيح. اه. اه. ام. ام. لا. واذا وجود اه. في حالة وجود اي اه ارباك. نرجع الى المحاضرة ونبدي بي. فاذا نحسا هنا عندنا هاي سبعة التمارين يحتاج من الطالب ان يحلها. حتى يتأكد اه من نفسه ويشوف نفسه اه. 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 وين بالمحاضرة. شكرا لكم لحسن الاستماع. اه. وبارك الله فيكم. اه. اه. وبإمكانكم التواصل معي في حالة وجود اي استفسار عن المحاضرة على عناوين البريد الالكتروني المبينة امامكم. اه. اه. اشكركم مرة اخرى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.